أرجع على حضراتكم وزي ما كنت أتكلم قبل الفاصل على رسال ميستر بيتسو موسماني يمكن الرسالة الأهم الحقيقة اللي بيتكلم فيها الرجل هي أنه دايما جرت العادة يعني والكلام على لسان بيتسو موسماني أنه لما بتنتهي العلاقة بين المدير الفني وبين النادي بيكون حد من الطرفين مش راضي أو مش مرتاح أو مش مبسوط يعني لكن الكيس بتاعته هو شخصيا العكس من ده الاثنين الحقيقة سواء كان النادي أو ميستر بيتسو موسماني كمدير الفني انتهت العلاقة بينهم ومازال الود والاحترام بيسودها تكلم على علاقته بالنادي وكلم على اللحظات خلينا نتفق يعني أنه إحنا عاشنا لحظات فرحة وسعادة مش ممكن أبدا تتنسي وتكلم على جزء كبير جدا من ذكرياته ونجاحه في تحقيق ألقاب مع النادي الأهلي وفاكرها لحظة بلحظة وعاشها لدرجة أنه حتى ردود أفعاله في الملعب بساعة لما مثلا نتكلم على هدف زي هدف أفشا وقال أنه دي أهم لحظة لي أضها مع النادي الأهلي لدرجة أنه جري يعني يحتفل مع اللعبين ونسي يعني نسي كل حاجة تكلم على إحساسه بالدعم الأوقات اللي كان بيحظى فيها بدعم كبير جدا والأوقات كمان اللي كان بيتعرض فيها انتقادات وقال أنه متفهم جدا جدا لطبيعة النادي الأهلي وطبيعة الضغط اللي بيتعرض ليه مش بس كمدير فني لكن حتى الإدارة تكلم على كابتن خطيب قال أنه كابتن خطيب مش بس مدير نادي ناجح لكن كمان لعب كرة عاش وقضى وفهم لحظات كتيرة جدا بيتعرض فيها الفريق والنجوم وجهازه الفني لحظات ضغطة عنيفة وأبدا ده ما كانش مأثر عليه على كل أحوال يبقى موسيماني واحد من أهم المديرين الفنيين تجربة راهن عليها أو راهنت عليها قدارة النادي الأهلي وأعتقد أنها كتجربة نكحة جدا ما حدش يقدر يقول أبدا أو ينفي عن موسيماني إنه واحد من أنجح المدير الفنيين اللي تولوا المسؤولية ليه بصمات واضحة جدا ما حدش يقدر ينكرها وممكن تلوم عليه في حاجات كتيرة جدا برضو ما حدش يقدر ينكرها لكن في النهاية التجربة ككل كانت أكتر من رائعة ويمكن حققت عشان نكون واضحين ونكون موضوعيين ونكون منطقيين حققت أكتر من اللي احنا كنا متوقعين أو كنا منتظرين من مستر موسيماني ونتمنى لكم للتوفيق في مشوار